اثناء دي النهاردة محكمة القضايا الاداري بالاسكندرية تلقت النهاردة دعوة عجلة من احد السادة المحامين بيطالب رئيس الوزراء باقاف قرار الجهاز القومي للتنظيم للتصالات باقاف الاسعار اللي حصلت يوم الخميس اللي فات القضايا الاداري هيحكم فيها ايه لسه ما صدرش القرار بس خلونا نتكلم احنا دخلين على القصة دي اخوانا انا وانت بقى كمواطنين كمستهلكين شركات وخدمات جديدة هي الكل عمال يطالب لك برفع الاسعار بحجة الدولار 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 هل اللي يقوم في وضع قوي بحيث انها تقدر تقول لأ يعني هو ده السؤال اللي لازم نسأله لانفسنا يعني مثلا الحكومة في الموازنة الجديدة اللي عملاها العام المالي الحالي اللي بدأ في واحد سبعة اللي فات مقدر سعر برميل البترول عالميا في حدود الخمسين دولار الدولار اخذ في الارتفاع قصر الخمسة وخمسين دولار الحكومة لا تزال تستورد البترول هتعمل ايه الحكومة او ده لسان حال انا بجيب لك برضو لسان حال الحكومة او رئيس الوزراء تقول لك طب انا هعمل ايه انا مقدر مبلغ بدعم بيه المحروقات اللي هي البترول والبنزين والسولر والغاز وكل الحاجات دي انا هعمل ايه وسعره ارتفع برا ده هيقعد يرتفع يرتفع لازم احرقه تاني ده لسان حال الحكومة وقال لا هتروع محط البنزين مش هتلاقي بنزين ما انا هعمل ايه ما معييش فلوس لسان حال المواطن بس انت لسه رفع علي الزيادة ورفع 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 هعمل حاجات كتير قوي وحياتي ما بقتش بنزين بس حياتي بقت اكل بقى غالي شرب غالي كهربا غالي كله غالي ده لسان حال المواطن وده لسان حال الرئيس وصر نارده احنا عندنا في الفقرة الحوارية حوار مهم جدا مع الدكتور فخر الفئي مستشار سابق لصدق النقد الدولي ودكتور عبدالخلق فاروق وهنقش القضية دي صندوق النقد الدولي من يوم الخميس بيقولوا الحكومة في طريقها خلي بالك مش لتقليل الدعم عن المحروقات والبنزين مش لتحريك أسعار مش 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 وش كده تحرير أسعار البترول يعني ايه تحرير يعني تتباع بالسعر العالمي أنا رأيي الشخصي احنا كل حاجة وانا قلتها لكم قبل كده في المصر فاندي احنا داخلين بعد كده في مرحلة كله هيتباع بالسعر العالمي الحكومة عايزة تضرب رقم الدعم اللي هو داخل في التلتمائة مليار اللي هو النظرية هجيب بني ده أنا كل يوم بدفع فوائد للبنوك مليار جنيه ده لسان حال الحكومة وهي تردع الكلامة النهاردة في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم ده لسان حال الحكومة طيب ما في المقابل المواطن بيقول لها مش انت عملت رفع أسعار هو انت ليه واخد الصفحة بتاعت كتاب لقصاد اللي هو رفع أسعار رفع دعم رفع دعم ما خدتيش ليه الصفحة التانية بتاعت برضو تحريك الأجور رفع الأجور وزارة التخطيط بتدرس انها هتحرك الحد الأدنى الأجور الحد الأدنى الأجور مفروض 1200 ولا يطبق في غالبية المنشآت حكومة أو قطاع خاص عايزة تحركه 1000 يعني زادة 25% بينما الزيادة حصلت 100% هل هتدونا أجور عالمية طالما انا هشتري السلعة بالأسعار العالمية هو دس لسان حال المصر فاندي انت هتبيع ليا باش هالبنزين بـ 20 جنيه مثلا الحكومة ما صرحتش بدا علشان ما حدش ياخد حاجة علساني بعشر أوروش ماشي سعره برا عشر أوروش جميل هل أنا باخد مرتبي بالسعر العالمي هل أنا عندي تأمين صحي ما يخلنيش أشتري أدوية من الصيدليات واروح أطلطة عند الدكاترة وادفع بالـ 700 جنيه هلين تعمل لي ده هل مديني مواصلات قدمية بدل أنا معندي عربية أركنا واخد القطر هل مديني الحاجات دي أنا معاك أنا معاك ان انت مزنو ومضغوط معاك والقضية مش قضية حكومة ولا مواطن قضية مجتمع بالكامل لازم نتكلم فيها أخطر حاجة إن الحكومة تقفل على نفسها القضة الضلبة وتروح مولاعة كوبس النور فتح الكمبيوتر تقولك قرار الخميس القادم ما هي غوية نتلسع منها كل خميس بالليل تقريبا عايزة تقلل معدل الإنجاب عند المصريين هي جدا فهي تروح عاملة إيه؟ ارفع أسعار ارفع أسعار الخميس ما هو اللي جاي صعب وأرجو من قلب مخلص للبلد دي والله العظيم والله العظيم والله العظيم لصالح البلد دي حكومة وشعب مواطن ورئيس أجهزة بكل مؤسساتها كل اللي أنا طلبه حاجة واحدة ما ينفعش اللي حصل السنة اللي فاتد كقرارات رفع أسعار نتعامل معاه السنة الجاية بسهولة ما ينفعش خدها مني بس أنا راجل بقعد على الأهاوي خدها مني مش بتاع تقرير مكتوبة والشعب يتحمل والشعب يقدر لا الشعب بيلعن خدها مني واسمع لازم لازم نبحث أيضا عن بدائل وحلول نحلها ازاي نتناقش نسبع صوت الناس في البرامج أنا لو فتحت التلفون دلوقتي كله كله هيبقى ضربة يا حكومة فيك بس علشان أنا بحبك مش هنفتح تلفونات لكن كل اللي أنا طلبه بما إن الحكومة دخل السنة الجاية على قرارات رفع أسعار جديدة في خطتها للإصلاح الاقتصادي اللي أنا متفق معاه الحكومة 100% كقرارات اقتصادية مختلف على الجرعة والتوقيت ومختلف إن ما فيش قرارات أخرى تثبت المواطن الغلبان أو مش بنفس الدرجة والكفاءة أرجو تكون رسالة المواطن يوم الخميس بالدعوة للمقاطع لشركات البحمول تكون وصلت للحكومة القصة مش تلفون ولا موبايل كم من سنة لو الزيادة دي حصلت ولا تفرق مع المواطن هنبلح إنما 10-15 زيادة وربع جاي وبعدين إيه بقى كيف الحكومة في يوم الخميس ده بجد والله يا إخوانا الزيادة بتاعت البنزين يوم خميس زيادة جمارك يوم خميس زيادة كروت محمول يوم الخميس هل الحكومة السيد المحترم اللي وقى أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء بلغها بإن التعداد قبل ما يعلنوا السبت وإن التعداد نوصل لـ 104 مليون نسمة بره مصر وجوه مصر فالحكومة قالت لأ خلينا بقى ننكد عليهم يوم الخميس ونقطع النسل والخلف يعني انتو عشر قرارات جايين فعشر خمسان تعدادنا ممكن يبقى خمسين مليون